موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ساوند اوف ميتل ساوند اوف ميتل فيلم مش حديث اوي انتاجيا هو من انتاج 2019 ولكن طرحه التجاري بدأ في شهر نوفمبر 2020 وهو دلوقتي متاح للمشاهدة من خلال امازون برايم ومن خلال امازون برايم فعلا يعني لو في حد مشترك من العالم العربي او من مصر حيقدر يتفرج على الفيلم من خلال السيرفيس نفسها الفيلم بيحكي عن شخصية روبين اللي بيعزف على الدرام في ثنائي بيلعب موسيقى متل والثنائي ده مكون منه ومن له صحبته والمغنية ولعبة الجتار في يوم من الايام وبدون اي مقدمات روبين بيبتدي يفقد حاسة السمع وسريعا بيكتشف ان الحالة اللي عنده ده يتحالة حادة وعلى مستوى العلاج متطلبة تكاليف كتيرة جدا وتعقيدات كتيرة جدا وان الحل الانسب بالنسبة له هو انه يحاول يتعايش مع الواقع الجديد روبين بيتم تقديمه لمجتمع من الحالات الشبيهة بيتم فيه مساعدتهم وتأهلهم لواقعهم الجديد ولكنه بيفضل فيه صراع ما بين تقبل الواقع الجديد او الرغبة في انه يرجع لحياته زي ما كانت فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم ساوندوف متل انا ما كنتش عرفه وتعرفت عليه فقط من خلال ترشحتكم فاهم حاجة في الحلقة دي عاوز اقولها هي شكرا شكرا لانكم عرفتوني على واحد من اهم وافضل افلام السنة بكل تأكيد فيلم ممكن نحاول نقدمه ونحلله ونشرحه وننقضه ولكن صعب جدا نوصل للناس اللي ما شافوهوش هو عبارة عن ايه بالزبط هو عبارة عن حدوتها يجب اختبارها من خلال انسان عشان اللي بينتك في النص هو الشيء المهم واللي بينتك في النص ده عبارة عن تجربة اتصور ان كل مشاهد في الدنيا هيختبرها بشكل مختلف وانا ما اقدرش في المراجعة دي غير اني اتكلم عن الواقع التقني والفني للفيلم بالاضافة لمحاولة شرح تجربتي الشخصية معاه وانا عن نفسي اول حاجة لحفتها في الفيلم ده هو انه ما فيهوش ولا شخصية سلبية عارفين انتو لما بنيجي نتفرج عن فيلم بيدور عن اعاقة بتحصل لانسان ولازم نعدي بالمرحلة بتاعت الصعوبات اللي ضروري فيها شخصيات او حوادث سلبية بتعطل الانسان ده وبتحبطه الفيلم ده ما فيهوش ده على الاطلاق كل الشخصيات وكل الاحداث اللي بتحصل بتحاول تدفع بطلنا في الطريق الايجابي ومع ذلك وانا بتفرج ما حستش بان ده فيه اي انفصال عن الواقع او اي تبسيط لرحلته لان الصراع روبين الاساسي في الفيلم لا مع اعاقته ولا مع المجتمع اللي حواليه صراعه فقط مع نفسه حتى مش قادر اقول انه مع رفضه لتقبل الواقع اللي هو لقى نفسه فيه حسيت ان التقبل في حد ذاته مش هو النقطة الاساسية في صراع بطلنا النقطة الاساسية هي المستقبل محاولة تخيل شكله ممكن يبقى عامل ازاي وصعوبة انك تبقى عارف ان فيه بصيص من الامل وتقدر ما تبصلوش وتبص للنحية التانية ويا جماعة في الفيلم الكلام ده لا بيتشرح ولا بيتقال الكلام ده بيتم التعبير عنه باكبر مجموعة ممكن تتخيلوها من الادوات السينمائية بيجي في مقدمتها بكل تأكيد هندسة وتصميم الصوت لان الفيلم بينقلنا في مرات كتيرة جدا ما بين المنظور بتعبطلنا وما بين اللي بيحصل حواليه فعلا في البيئة المحيطة الانتقال ده مش ما بين مشهد ومشهد او تسلسل وتسلسل الانتقال ده بيحصل كذا مرة في نفس المشهد وبدون اعادة وبدون تكرار وبدون ما يشعر المشاهد بالانزعاج والتدرج ده مش ما بين حالة وحالة تانية حالة روبن نفسها في البداية بتمر بعدد من المراحل وفي النهاية كمان بنتطلع من خلالها على مراحل اخرى كل مرحلة لها تعقدتها وكل مرحلة لها اهدافها على مستوى الصوت والاهداف دي كلها يمكن تلخصها في انها توصل للمشاهد اللي بيمر بيه روبن ده شكله عامل ازاي مش بالضرورة يكون مؤسف ومش بالضرورة يكون مؤلم ولكنه بكل تأكيد مربك ومهما حاولت تحط نفسك في مكانه وتقول ان القرار سهل التجربة الصوتية بتاعت الفيلم بترجعك لحالة الارتباك تاني ونجاح التجربة الصوتية ديت ما تمش بدون دعم فيه دعم فني رائع جدا من التصوير ومن المونتاج على مستوى التصوير فكرة ان المشاهد يدرك الانتقال من المنظور للعام مش شيء سهل خصوصا كمان مرة في المراحل الاولى اللي فيها قدر كبير من الارتباك وزي ما قلنا في المراحل الاولى دي بالتحديد فيه انتقال كتير وتوقيته بيشكل تحدي فني مش سهل برضو اظن مستحيل نتكلم عن ادوات تفوق الفيلم من غير منوشير للاداء التمثيلي عندنا في البطولة رز احمد واليفيا كوك واليفيا كوك بتحط نفسها على الخريطة كواحدة من اهم الممثلات الشباب اللي جايين عالطريق لان شخصية له بالنسبة لنا مش مجرد مؤثر خارجي مع الاحداث بنبتدي نكتشف انها ممكن تكون جوهر كل شيء وهو جوهر حساس جدا ومعرض للكسر في اي لحظة واحنا من خلال ادائها بندرك دا كمشاهدين قبل حتى ما يتشرح اي حاجة عن تفاصيلها وتاريخها حبيت بس اوضح دا عن ادائها هي بالتحديد لانه سهل جدا يختفي وراء اداء رز احمد رز احمد ممثل مهم يا جماعة وتكلمنا قبل كده كذا مرة عن قد ايه هو بيقدم افضل ما عنده وبيرفع من شأن اي شخصية بيقديها وهو من الممثلين اللي بحس ان فيلم جامد مشي معهم طريقهم خطوة خطوة اللي هو بيقدمه في الفيلم دا اداء العمر وانا اتكلمت قبل كده كتير عن قد ايه اداء شخصية عندها اعاقة ممكن يكون شيء سهل على اي ممثل متمكن بس الاعاقة مش هي جوهر التكسيد اللي بيقدمه رز احمد في الفيلم دا اللي هو بيقدمه فعلا هو الصراع اللي بيمر بعدد كبير من اللحظات الحاسمة وعدد قليل جدا من اللحظات الهيستيرية اه هو عنده دول وعملهم كويس جدا وممكن يلمعه اكتر من اللي يزم بس مش دا اللي يخصني اللي يخصني هي اللحظات اللي حسيت فيها من خلال تعبيره وهو حس بايه قبل ما يبتدي ياخد قرارات مترطبة على احساسه دا عارف يعني ايه وانت بتتفرج تفهم شخصية قبل ما الفيلم يبتدي يشرح هي حسد بايه عارف يعني ايه يتخلق ما بينك وما بينها تفاهم يرتقي فوق مستوى الدراما كلها رغم ان ممكن اللي يجمعك بيه في الحقيقة تقريبا ولا حاجة يعني انت مش قادر تحط نفسك مكانه وانت بس فهمته دي مرحلة يا جماعة قليلين جدا الممثلين اللي ممكن اقول ان انا وصلت لها وانا بتفرج عليهم دي حاجة ممكن تعدي علي سنين وما حسهاش مع اي اداء والصدمة بقى انها يوم ما تحصل في فيلم معين تحصل مرتين لاننا عندنا شخصية تانية في الفيلم الاداء التمثيل بتاعها من اروع ما يمكن وهي شخصية جو اللي جسدها بول ريسي وجو هو مدير المجتمع اللي بيحاول يأهل شخصية روبت وبيعكس زوايا كتير من بتاعة الخبير النفسي الصبور اللي بيحاول يمسك ايد الشخصية بتاعتنا ويمشيها خطوة خطوة وعمل ده كويس جدا بس كمان مرة مش هو ده اللي يخصني الشيء الاهم اللي وصله لي من خلال اداءه هي خبرته انه شاف التحول ده عدد مرعب من المرات قبل كده وشافه كتير بينجح وشافه كتير بيفشل ومن خلال تعبيراته كمان مرة انا عرفت حكمه على شخصية روبت عامل ازاي واضاف على تكسيده بعد جديد بتوضيح ان القرار مش بايده ورغم انه تقريبا عارف الطريق ده رايح فين ولكنه لازم يمشي خطوة خطوة بكل ما تحملوا هذه الخطوات من امكانية للنجاح ومن امكانية للإحباط كمان مرة يا جماعة ساوندوف ميتل بكل تأكيد من افضل افلام السنة ومن اكثرها واقعية ومن اكثرها اهمية ومن اقلها مللا رغم ايقاعه الهادي في اغلب اوقاته يمكن بس يكون عندي مشكلة واحدة معاه وهي ان حرصه على دعم الاداء التمثيلي ممكن يكون خلق بعض الفجوات في المنطق يعني بطلنا في مناسبة او كنين بيعكس اندهاش من تحول معين المفروض ان هو كان واخد عنه فكرة مسبقة ده ممكن ننسبه لرغبته في ان هو يرفض التحول ده على اي حال بس مش عارف في سياق الاحداث وخصوصا قرب النهاية حاسيت بشوية غربة تقييم الفيلم ساوندوف ميتل هو 9 من 10 وهو بكل تأكيد فيلم مختلف عن اي حاجة شفتها قبل كده بتدور في نفس الاطار منقشة الحلقة في رأيكم الشخصي ايه هي اكثر الافلام ابتكارا في تناول ما نسميه بالاعاقة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وباي باي